في حي كابرال هيل السكني في واشنطن وفي بيت لا يختلف عن أي من البيوت المجاورة التقيت جان دي موظفة تعمل في مجال التعليم لكن هواية جان هي رعاية النحل حيث تحتل شرفتها أكثر من مائة ألف نحلة أصبحت مهتمة في النحلة قبل سبع سنوات بعد أخذت دورة عن تربية النحل دخلت به وكلما تعلمت أردت أن أعرف المزيد كنت أتحدث مع جيراني وأقول لهم أريد أن أربي النحل فيقولون لي هذا جيد أين في حقل أو مزرعة ما قلت لا هنا في المدينة على شرفتي جان واحدة من بين حوالي ستمائة نحال ونحالة في العاصمة والتي سمحت قانونا برعاية النحل في المناطق السكنية عام 2012 حيث انتشرت ظاهرات تربية النحل في المدن وأصبحت هناك مدارس لتعليمه دافع الكثير من طلاب النحلة هو قلقهم بسبب ظاهرة اختفاء خلايا النحل التي أصابت العلم كله قبل عقد وأدت إلى فقدان الضعف المعدل الطبيعي من الخلايا الظاهرة الغامضة بعد الشيء كانت مقلقة لأن النحل يخصب أكثر من ثلث المزرعات المثمرة الكثير من الأفات والأمراض تهدد النحل مثل العث والمبيدات كذلك حركة الانتقال من الريف إلى المدن أدت إلى إهمال النحل لكن ما أنقذ النحل في الولايات المتحدة هو الزيادة في عدد النحلين حيث تزامنت أزمة اختفاء النحل مع الاهتمام العام بالزراعة المحلية والمستدامة أحد الفنادق هنا يستضيف نحلين محليين ليساعدهم في عملية استخلاص العسل عملية تحتاج إلى بعض الجهن من الشقاق العربية واشنطن